ما هي أسباب التجسد نمرة خمسة لكي يؤسس ملكوت جديد ملكوت الله على الإنسان ملكوت روحي لأن ملكوت الله ليس أكلاً وشرباً بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس هذا الملكوت يبتدئ بتتويج يسوع ملكاً ورباً وقبوله مخلصاً شخصياً لنا هإن ملكوت الله داخلكم يوماً ما عندما يرجع سيكون ملكوت الله يسود فيه السلام والبر لقد تكلم عنه يسوع في أعمال الرسل وهو يظهر لهم أربعين يوماً بعد القيامة ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله ولقد ورثنا هذا الملكوت مكتوب أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله لا تضلوا لا زنا ولا عبدت أوثان ولا فاصقون ولا مأبنون ولا مضاجعوا ذكور ولا صارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا تجسد المسيح ليؤسس ملكوت جديد فيه سلام وبر وفرح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة